بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم مع بعضيتنا هات الكيك بحجم عائلي كيجي أكثر من رائع لديد وشيش سريع التحضير نتمنى أنكم تجربوه وإن الإعجاب ديلكم وده بنخليكم مع المقادير والطريقة إذن على بركتي الله بنسبة المقادير عندي هنا 4 ديال البيضات عندي هنا بيض بحجم صغير لعندكم حجم كبير ديرو 3 فقط عندي نصف كأس ديال زيت المائدة وكأس مع مرش كما كتشوفو ديال السكر حبيبات وكذلك كأس ديال حليب ممكن لكم تعودوه بالياغورت أو اللبن هنا عندي كأس ديال حليب وكذلك نحتاج واحد البرتوقالة اللي غادي نستخرج العسر ديالها وكذلك القشور ديالها نبع على بركتي الله نخدمو البيض ديالنا إذن في كأس ديال الخلاط ندير البيض ديالي كيف ما أسبق لي ذكرت أنا عندي هنا البيض الصغير استعملت أربعة إلا عندكم البيض كبير استعملو ثلاثة فقط يكون بطبيعة الحال بحرارة المطبخ إذن كندروا البيض في الكأس ديال الخلاط يمكن لكم تخدموها تلكيك فقط بالخلاط اليدوي أو لا بالخلاط الكهربائي كيبقى لكم الاختيار إذا من بعد مدرة البيض ديالي في الخلاط في الكأس ديال الخلاط كنضيف لي قبيصة ديالة الملح وكذلك السكر حبيبات اللي سبق لي ذكرت كأس مع مرش يمكن لكم تديروا كأس إلا كتعجبكم الحلاوة درسنا كأس مع مرش سوف نطربه مزيان مزيان ونطلقه إن شاء الله هذا هو الخلاط كيف ما كتشوفو بدا اللون ديالو كي تغير وكن حسب ديك السكر دابلينة هادي نضيف زيت المائدة اللي عندي هنا نصف كأس نصف لعبار نفس الكأس باش كنعبر للمقادير كاملين وكذلك هادي نضيف كأس ديال الحليب يكون محرارة المطبخ من أحسن بالنسبة لبرتوكال اللي كانت عندي أنا عصرتها وخويت الكأس العصر ديالة في الكأس وكملت الكأس بالماء يعني ما أعطتني ش كأس عامر كملت بالماء وخالط من بعد ما اطربته مزيان 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 وخويته في البول اللي غادي نخدم فيه الكيك هادي نضيف لي قشور ديال برتقالة اللي حكيتها قبل ما نعصرها من طبيعة الحال سوف نكتفي بهات النسمة ديال البرتقال وغادي نحتاج إما ثلاثة الصشيات ديال الخميرة الخاصة بالحلوة أولا هادي اللي كتكون فيها عشرين جرام اللي متوفرة عنده هادي يستعملها اللي ما متوفراش يستعمل ثلاثة ديال الخميرات من فئة ثمانية جرام هادي نبدأ نضيف الدقيق وانا كنغربل من طبيعة الحال هات الكيك يجي اكثر من رائع هادي نضيف لي مكسرات او فواكيه جافة وكيبقى لكم الاختير ممكن لكم تخليوه غيرها كفا قدرها كيجي رائع هادي نضيف الدقيق وغادي نغرب له مع السشيات ديال الخميرة من فئة ثلاثة جرام هادي نضيف الدقيق شوية بشوية وانا كنخلط من طبيعة الحال ما تسرعوش في الدقيق هادي نضيفه كيمية كبيرة دقة واحدة هادي نستعمل على هاالطريقة حتى كانت تحصل على الخليط اللي عندي بالنسبة لي انا نراه البول اللي اخدي نتبيه صغير باقي غادي نبدلو نستعمل اكبر من النوع كيبقى هادي النوع من اللي كيك يعني مستهل في ساعة كيوجد من انواع اللي كيك السهلين في ساعة كيوجده فقط يعني خاسكم تردوا لبا القوام ديال الدقيق هادي نسبة لي غادي باقي هنا يخفيف شوية ولكن هادي نضيف لي فواكه الجافة مادي نكسر في فات القوام يلكتو مادي شو وضيف الفواكه الجافة زيدو شوية ديال الدقيق هنضفت جمعها لقد يلخل لكيطيلها شاشة كيف ممكن عارفوه الضبر ديال الخلف لي كيك او في المواججة ناس كيما اشتو لرخفيف شوية هادي نضيف الفواكه الجافة نضيفو شوية ديال الدقيق هادي نضيف فواكه الجافة هادي نوعية الفواكه الجافة لحسابية الموجود وحسابية الرغبة من طبيعة الحال هادي هنا كمية من التمر لقطعة ولات الشكل قطعة صغيرة بالموس وكمية من القرقال اللي سهدته قطعة سكاء وكذلك كمية من اللوز كيبقى لكم الاختيار من طبيعة الحي ممكن لكم تستغناءوا على اليوم يمكن لكم اضيفو فقط نوع واحد او اللاجوج او لضيفو كسر من هاد الانواع كيبقى لكم اختيار هادي نضير هاد الفواكه الجافة في واحد البانيو هادي نضيف ليهم شوية ديال الدقيق و هادي نغربل تاكل فائد باش نضمن ان هاد الفواكه ما هيبطوش ليه في الكيك يعني القاوم كلهم في التحس ديال الكيك هانا غربلتهم و هادي نضيفهم خلطة خلطة خفيفة سافيوها الخاليط واجد سافيوها الخلطة و هادي نضيف المول اللي هادي نضيفه الكيك انا تهنتو هنا بالزبدة و نرشيزه بالطقيق يمكن لكم درو فقط الزيس الفران انا عندي باقي ما شعلتهش هادي نخوي الخالطة الكيك في المول و هادي نضخلو الفران و نضيف عفيم هيله و نخليه ياخد بقصو في الطياب نشمل رائحة لكيك او لكل وحدة كيكة تعرف الفران يلا كان الفران سخون تيس خليكم بزاف ديروا الطاوة من تحته او الفراح او المقلة التقيلة ديروها من تحت المول ودخلو الفران ديالكم على عافية مهيلة ونطلقه مع الشكل النهائي وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرج وخليتو احتبرد كيبقى تزين الحسابية الرغبة بالنسبة لي انا ذهنتو فقط بشوية ديالكو في تير ودرتليه اللوز افلي من فوق كيبقى لكم الاخترم كلكم تخليو فقط كيفما هو وركيجي رائع الديد نتمنى انكم تجربوه ونجح معاكم وين الاعجاب ديالكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعه ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة